يا أهلا وسهلا بحضراتك وكل الترحيب بمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر منور 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 مولانا بكم وكل عام والجميع بخير وسلام مولانا بما أنه احنا إن شاء الله سبحانه وتعالى خلاص يعني كلها كام يوم وهيجي عيد الأضحى وبالتالي موسم الحج إن شاء الله سبحانه وتعالى لقيت إنه مثلا رمي الجمرات ممكن يبقى قيل إنه ممكن بدل الصبح يبقى بالليل تخطيفا على الحجيج الشمس والحرارة وواواواوا ده بيخليني يبعد أسأل هل من الممكن أو من الوارد الإجتهاد في تطوير شكل المناسك طبعا مش في أصلها ولا في قلبها عقديا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في كتابه الكريم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله القائل أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل عام فسكت ثم قال لو قلت نعم لوجبت ذروني وما تركتكم علي فإنما أهلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا آل بيت النبي وأزواجه وأصحابه وخلفائه الراشدين المهديين وأولياء الله الصالحين أجمعين وبعد فالله سبحانه وتعالى أسأله أن يسر الحج لكل المسلمين وأسأله أن يحفظ الحجيجة في الجو والبحر والبر إن ربي على ما يشو قدير ثم في هذا البرنامج الواعد التسعة مساء بنتقدم بوافر الشكر والعرفان للمملكة العربية السعودية ممثلة في خادم الحرمين الشريفين حفظه الله والسمو ولي عهدي الأمير محمد بن سلمان آل سعود على الجهود الطيبة المبزولة لراحة الحجيج فيما يتعلق أخي الحبيب بسؤالك الثري عن الترخص والتيسير في الحج نعم صحيح أن أقولت عبارة أحييك عليها إحنا بنحافظ على الشعائر الرئيسة من جهة وجودها يعني عندنا الإحرام عندنا الطواف حول الكعبة عندنا السعي بين الصفة والمروة تمام عندنا الوقوف فيها عرفة عندنا المزدلفة عندنا رمي الجمار وهكذا هذه الأشياء بيحافظ عليها طبعا لكن في بعض صفاتها نعم من الممكن يدخل التيسير وسأتي لك بمثال جميل جدا يعني منذ أربعين سنة كانت الهد كان الهدي بالنسبة مثلا المتمتع بالنسبة للقارن بالنسبة لمن أراد أن يهدي بدون تمتع ولا قران كان لفقراء الحرم أما وأن الله تعالى أغناهم من فضله فاكتهاد طب ماذا نفعل في هذه اللحوم هل تعدم لأن اللحم محله البيت الحرى تمام يعني لابد أن يكون فيها إما في مكة أو في ميناء ولا شيء غير هذا فاكتمع فقهاء العالم الإسلام وقالوا الذبح يكون في مكة أو في ميناء لكن اللحم يبرد وينقل خارج المملكة العربية السعودية إلى دول إسلامي حيث اكتهاد طيب طبعا زمان كان يذهب الحاج إلى السوق ليشتري الهدي تمام سواء بقى متمتع أو قارن أو كان بيهدي كده هدية للحرم الشريف الآن طلع سقوك الهدي السقوك تدفع في البنك هناك وهم مأمونون يعني أنا شروفت بالعمل في المملكة العربية السعودية أربع سنوات من عام 1989 ميلادية لعام 1985 ميلادية في المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن السعود الإسلامي لا بأس الآن السقوك وحينما تأتي مثلا إلى الزهاب حتى الله يبرك فيك يوم العيد يوم العيد الأطحى بعد المزدلفة تتوجه إلى رمي جمرة العخبة الكبرى بسبع حصيات متفرقات شو بقى هذا في البخاري ومسلم رخص النبي صلى الله عليه وسلم للنساء والضعفاء أن يتوجهوا بعد صلاة الصبح حتى الحديث اللي رواته أمونة عليها رضوانا الله سيدا عيشة بتقولي رضي الله عنه رضاها ومسلمة رضي الله عنه حتى كان يعني بقايا القمر في السماء يعني بعد صلاة بعد صلاة الصبح فذهبنا بليل يعني قبل شروق الشرس من اللي عمل كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ليه؟ لأن في ملحظ وأنا أحييك جدا على سؤالك حضرتك لما تقرأ صورة الحج بالذات فيها إيه؟ وما جعل عليكم في الدين من حرج الله ولما تقرأ آيات الصيام في صورة البقرة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العصر أنت لماذا اختار الله الصيام ليذكر اليسر ولماذا اختار صورة الحج ليذكر فيها إيه؟ وما جعل عليكم في الدين من حرج و لذلك كان من هذه النباة صلى الله عليه وسلم يوم عيد الأطحى ما جاءه سائل إلا واحد يقول له أنا مثلا قدمت الحلق على الوقوف عفوا أنا قدمت حلق الرأس أو تقصره مثلا على رمي الجمر يقول له افعل ولا حرج افعل ولا حرج افعل ولا حرج فدي قاعدة نبوية أن في الحج افعل ولا حرج فنحن نقول هذا يسر وترخيص أنك ترمي الجمرة يوم عيد الأطحى المبارك بعد صلاة الصبح ولا تنظر إلى متنطعين يقول لك لا بد بعد الزوال لأن لو أخذنا هذا الأمر بظاهره النصي ده ممكن يؤدي إلى تدافع الملايين أو الألاف المؤلفة في ميقات واحد ويدهس من يدهس بالأخدام ويموت وحفظ النفس يا أستاذ يوسف يا حسيني مقدمة في الشرع على أي شيء حفظ النفس الآدمية مقدمة شوف ربنا يقول وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَنَ بِكُمْ رَحِيمًا أصلاً في أحد ممكن يقول إيه وإيه يعني لو حصل إنه الناس ماتت وهي ده كده خلاص في الجنة حدف لا أحسن له لا ده يشبه الانتحار من عرض نفسه للتهلكة إذا كان ربنا يقول في القرآن العظيم وَلَا تُلْقُوا بأيديكم إلى التهلكة لا وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَنَ بِكُمْ رَحِيمًا القاعدة الفقية لا ضرر ولا ضرار هشبهه لك بإيه إنسان صائم لكن جات له نوبة سكر انخفاض ولا بد أن يفطر الآن على شيء حلو أو أياً كان يفطر عارف مريض السكري إذا جات له غيبوبة ولم يفطر ولم يسمع كلام الطبيب ومات مات منتحراً يا أيوة مات منتحراً لأنه عرض نفسه للقتل للموت كذلك الإنسان إذا أخذ بفتوى متنطع ويبهن الجريمة مزدوجة المتسبب والمباش بعض الناس للأسف ما هو دارس فقه إسلام لم يدرس للفقه المقاصدي ولا فقه المصالح ولا فقه الأولويات ويفتي على فتاوى تراثية أيام ما كان الحجيج بضعة ألاف وبعدين يتسبب في إزهاخ الأرواح بفتوى ضالة طيب أنا أقول لك على بقى مفاجئة الأسر بها الحلق ألا تعلم أن الفقه الحنبالي اللي هم بعض الناس للأسف بتسئي ليه لسيدنا أحمد بن حمل عليه رضوان الله أجاز أحمد بن حمل عليه رضوان الله طبعاً ده الإمام الكبير يعني عشانا قلت الإسم مجرد فأستغفر الله من ذلك أجاز الإمام أحمد بن حمل رضي الله عنه وعرضه أن يؤخر رامي الجامرات كلها لليوم الأخير شوفوا التايسير خد بقى اللي جاي طواف الوداع انفرد الإمام مالك وبذلك أفتي بأن طواف الوداع مستحب فلو تركته لا يلزمك شيئاً ده الإمام مالك أيوة إمام ضار أهل الهجرة نعم وكان معروف إنه شديد لا يعني إلى حد ما بيجمع ما بين النص والعخ خدت بالك أجاز قال لك لأ ده زي مثلاً الآن الأضحية هيجي بعض الناس وقولك فيه غلاء أقول له طب ماشي إذا كان الخروف هيوصل 12 و 15 و 17 أو الماعز ولا تتمكن لا تقترض للأضحية قولاً وحيداً لا تقترض للأضحية قولاً وحيداً لا سنة للناس هنة عند جمهور الفقهاء مع عدل حنفي المهم فجنبك هنا بنعمل إيه سيدنا سيدنا شو بقى التيسير هنا سكر الحنفية في كتبهم كالهداية تعمد سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما ألا يضحي في سنة مع عمر مقدرة فسئل عن ذلك قال خشينا أن يظن الناس أنها فرض عشان نؤكد على أنها سنة بالضبط كده لأنهم أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هم مش مشرعين لا هم بيبلغوا عن الرسول لأننا بنأخذ ممن خالط الرسول ولذلك مثلا أمهات المؤمنين رضي الله عنهما أجمعين شوفوا ربنا بيعلمنا إيه في صورة الأحزاب واذكرنا ما يتلى فيه بيوتكن من آيات الله والحكم وهنا أنا أبشر زو الحاجات في هذه الأيام والأيام القادمة بالنسبة لأضحية لا تنسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرانين الأول عن نفسه ومن يعول والثاني عن فقراء المسلمين إلى يوم القيامة كنت زعلش إش قادر تضحي السنة دي رسول الله ضحى عنك رسول الله إيه ضحى عنك شوالتي يسير صلى الله عليه وسلم فهنا جنابك الحج يبنى على التيسير وإذا كانت فيه أحكام تراثية قديمة يعني مثلا كان زمان تصل إلى الحجر الأسود وتقبله أو تلمسه الآن تشير إليه الآن ترفع يديك فقط وليس شرطا أن تذهب إلى الحجر الأسود وليزاك سيدنا نبع السلام بيواصل سيدنا عمر عليه رضوان الله قال يا عمر أنك رجل شديد يعني خوي البنية قد تبعلك وليزاك أنتم عندك في السيطة العدوية إلى الآن ما زل فيهم تلقى ما شاء الله سنة ربيت معهم في الجامعة الأزهر مع السادة العدوية بقى ما ندى تريخ فسيدنا الرسول بيوصيه قال يا عمر أنك رجل شديد يعني ارفق بالناس عند الحجر الأسود ارفق بالناس عند الحجر فأنا بقول هنا لا داعي للزحام على الحجر الأسود لأن الرسالة السلام بيقول لي بقى مش على من لمسه لا إن الله يبعث وهذا الحجر يوم الخيام له لسانا وشفتين وعينان يشهدان على كل شوف لأنك لما بتجي بتبتد الطواف بتبتد الطواف منين من عند الحجر الأسود بيكون الكعبة على يسارك تمام بس بنبع على الشيء أنك تخرج عن حجر إسماعيل اللي هو زي علامة يور لا تخرج عنه لأنه أصلا جزء من الكعبة لأنه قرش لما تهدمت الكعبة شوف بالفطرة وبالموروس من ملة سيدنا إبراهيم عليه السلام تعاقدوا ألا يدخلوا في الكعبة ربا ولا مكس ولا ضرائب ولا غلول ولا خيانة ولا أي ما الحرام فالنفقة جات عند قبل أن تكمل بناء الكعبة فأخرجوا الحجر في الخارج الحجر ده رسالة للمسلمين أن يطيبوا أموالهم أن يطهروا مكسبهم قرش لما قصرت النفقة وانتهت ولم يكملوا بناء الكعبة خرجوا المكان الحجر إسماعيل عليه السلام وحجر إسماعيل بالمناسبة تحته سبعين نبي وتحته سيدنا إسماعيل وسيدنا إسماعيل مش مدفون في خارج الحرم فين خبره طيب في الحجون أو المعلم مش موجود والزاق ده يرد على لذين يحرمونا الصلاة في مساجد فيها أضرح أقول لهم كذبتم كذبت لأن حجر إسماعيل تحته سبعين نبي بأخبار صحيحة ومدفون تحته سيدنا إسماعيل وستين هاجر عليهما السلام فإذا كان هؤلاء في قدس الأقداس في الكعبة يجيب متنطع يقول لك الصلاة باطل أقول له كذبت في مسجد الرسول الصلاة ما فيه سلاس سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر عليهم رضوان الله ولذلك التدليس عند المتنطعين خلطوا ما بين حكم الصلاة في مقابر وحكم الصلاة في مساجد فيها مقابر دخل أنا فاكر وأنا في العمر بس أنا أوضح النهي جافعين في المقابر زي المقابر العامة ده الصلاة فيها مكروهة إنما الرسول الصلاة ما ذكر حكم الصلاة في مسجد فيه قبر ما حصلش إطلاق لا يوجد حديث بهذا ولا يوجد أي كلام في الفقر إذا كنت بصلي في المسجد النبوي أنا عارف تمام والمسجد الأخصى فيه القديم يعني مش هلين أنت بيشوفوا ده اللي عب ملك ابن مران لا تحت تنزله بحوالي عشر درجات أسأل الله أن يخلص المسجد الأخصى وأن نذهب للصلاة فيه إن شاء الله فجنابك برضو أنا بس بصحح مفاهيم لأن في بعض المتنطعين وهم كثر الآن هم يبغضوا الحق للخلق وده اللي نبي عليه السيدة أبو حمد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين ناس يعني زي إيه الله فواحد مسكني قدام الكابة وعند الحجر الأسود فالناس يعني بتتدافع بشدة بيسوق بعضه بتاع فواحد مصر إنه أنا واقف شايف التدافع مش عايز أنا ادعي إن أنا جتة يعني فهخش لو عاوز فأنا شايف إنه لأ يعني إزاي أروح للحجر الأسود وانا بدل ده بالكدف وده بالكوة فواحد واقف جانبا يقول لي لازم هقول له يا عم طب لازم ليه والله يقول له لازم ليه لازم ليه يقول لي قط له يعني زوق الناس عشان روح للحجر لا ده غلط ده أنا جاي عشان روح للحجر أضرب الناس حد يضرب الناس فرحام إلا أنت مش بتضربه وأنت بس بتزوء عشان تروح لا حول ولا قد لا فلا رفصة ولا فسوقة ولا جدالة في الحد حضرتك لا نضيع ركنا بفعل مستحب هو ده الركن أنك تأتي عند بداية الطواف وأنت على طهارة كاملة محرما ومجرد أن الحجر الأسود قبالته أنت تقف قبالته والحمد لله أنك عاملين طبعا ضوء أخضر وعملين علامة وشيء ثم تدور حول الكعبة بدون المزاحمة وإذا أنا جبت الحديث سيدنا النبا السلام بيوصل سيدنا عمر قال لي يزاحم لأنه قاله أنك قوي شديد وكذا فإذا التيسير في الحج لأن ما بنشوف قال العلماء مبنى الشريعة الإسلامية على اليسر ورفع الحرج ولذلك أنا أقولها صراحة للمهتمين بتجديد الخطاب الدين عايز ألب بقى الخطاب الديني يبقى الفقه المقاصدي مقاصد الأحكام تكلم فيه الشاطبي وتكلم فيه القرافي وتكلم فيه حاليا من العلماء المعاصرين عندنا طبعا في الأزهر الشريف وعندنا من دولة تونس وغيرهم فالمهم الفقه المقاصدي وأنا أقول يجب على فقهاء المسلمين اغتنام عقد مؤتمرات فقهية لبحث فقه النوازل والعوارض والمستحدثات والمستجدات لكن قوما تصوروا وتوهموا أن الركون على تقليد من سبق هو الإسلام وتجنبوا الإجتهاد مع أن الأمور تحتاج إلى إجتهادات معاصرة يعني عندك فقه المعاملات المالية يحتاج إلى إجتهادات قد تبلجنبك يعني الآن مثلا أنت عندك قضايا المصرف اللي هي البنوك أيوة تحتاج أنك تفاهم الناس الآن يجي يقول لك المعاملات البنكية ريبة لا 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 من قال لك أنها ريبة ده القرد الربو فقط أما الإيداع بعائد ده استثمار مضاربة التمويل البنكي للعقارات من سيارات ومنازل وآلات ومصانع إلى آخره يدخل في المربحة إنما في ناس فكر بعض الظواهر التي لم يفهموها فضيقوا على الناس الحياة لدرجة أن أن بعض المتنطين أقول لك إيه العمل في البنوك حرام هو يدخل أمواله في البنوك التي اغتنى بسبب هجومه على الدعوة وهو غير متخصص من قال لك أن العمل في البنوك حرام العمل في البنوك كائس وحلال وهو إحدى مؤسسات الدولة المدنية الوطنية حلال 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 قتبها لحضرتك المعاملات البنكية حلال هو إحنا بس بنتحفز على القرد الربوي نريد إعادة القرد الحسن بدون فائدة أو بدون زيادة للناس تيسيرا ومساعدة ومن هنا سيد الكريم يأتي التيسير في جميع أمور الحج بداية من الإحرام إلى الطواف إلى السعي بين الصفة والمروة إلى الوقوف عرفة إلى الدفع للمزالفة إلى رمي جمرة العخب الكبرى يوم العيد إلى الحق أو التقصير إلى ذبح الهدي والحمد لله السعودية بتيسر على الناس السقوق والحمد لله بتبرد اللحم كما قلنا وتصدرها للعالم الإسلامي بداية إلى طواف الودع وقلنا ممكن تأخذ بردها رأي المالكية أنه مستحب وليس واجبا ويبقى الحجه إن شاء الله معلما من معالم التيسير وليس التعسير في شريعة الإسلام مولانا نورت وشرفت وأنا قاعد أعمال بس مع مولانا كده فقاعد أعمال بفكر وإحنا ليه ما نتكلمش مثلا في الحلقة الجاية على بعض من قراء سيدنا الإمام أحمد بن حنبل وإزاي أنه الصورة التي تم تروجها حول هذا الفقيه والإمام العظيم صورة غير جيدة وغير سليمة على الإطلاق هنقل لك صورة رحت في ربع دقيقة قال الخطيب البغداد بعض أتباع الإمام أحمد بن حمل هما موجودين الآن المتسلف أرهبوا الناس في سوق بغداد فكانوا إذا وجدوا رجلا يحملوا قرورة كسروها الأرض على أنها خمر نوعية مش خمر قد تكون خلة ولا عسل وإذا رأوا رجلا يسيروا بجوار امرأة وقد تكون محرمة أو زوجته أوسعوا هما ضربا فأرجف العوام قالوا حنابلة 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 فشانوا المذهب مع أنه لما تيجي في فقه الأسرة الشروط في عقد الزواج أوسعها الحنابلة قالوا للمرأة أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها وللمرأة أن تشترط على زوجها أن تعمل وللمرأة أن تشترط على زوجها ألا يخرجها من بلدها فكرة ما تقدم جدا في فقه الحنابلة لكن بقولك بعض المنتحلين للمذهب أساء إلى هذا المذهب